ورشات تثقيفية مختلفة يقيمها مركز التدريب والتطوير الوزاري حيث أقام ورشة بعنوان وثيقة الحالة وهذه الورشة خاصة بمكتب الأمين العام والغرض منها هو تعريف الموظفين بمعايير تقييم الأداء المؤسسي وجرى تشكيل فريق عمل من أجل متابعة التقييم لمختلف أقسام ودوائر مكتب الأمين العام تم تصميم ورشة عمل وثيقة الحالة هذه الورشة خاصة فقط بموظفي مكتب الأمين العام نعرفهم على معايير تقييم الأداء المؤسسي لأقسام مكتب الأمين العام حيث تم تشكيل فريق عمل موظفين تابعين للأقسام العاملة في مكتب الأمين العام لتقييم أداء مقر مكتب الأمين العام اجتمعنا اليوم في مركز تدريب والتطوير الوزاري حيث أقامت ورشة الخاصة بوثيقة الحالة لمكتب الأمين العام طبعا أخذنا المعايير الرئيسية الخاصة بتلك الوثيقة ومن ثم بدأ شرح معيارين الأول وهو معيار القيادة ومعيار التخطيط الستراتيجي مما يدي على تقييم الأداء المؤسسي وفي ذات السياق أقام مركز التدريب والتطوير الوزاري وبالتعاون مع وزارة الكهرباء ورشة لتوضيح آلية جرد العدادات الخاصة بوزارة الدفاع ورفع البيانات الخاصة بها وأيضا جرى خلال الورشة توضيح آلية عمل منصة أور الألكترونية في آلية جرد العدادات تشرف مركز التدريب والتطوير الوزاري بعقد ورشة تثقيفية لمدة يوم واحد بالتعاون مع فريق وزارة الكهرباء عنوان الورشة دعم العدادات الطاقة الحكومية التي أخذت على عاتقها وزارة الكهرباء نصبها في مواقعنا العسكرية بالتعاون نوعا ممثلي وزارتنا بهذا الموضوع كرار الرباعي إعلام وزارة الدفاع